إذن كيف يمكن أن يحاول بيدرسون أن يزيح عدم التفاؤل عن الجلسة السابعة المرتقبة الدستورية من طهران هذه المرة يجدد المبعوث الأمم الخاص إلى سوريا جيل بيدرسون محاولاته لعقد جولة سابعة للجنة الدستورية بعدما بدأت تلك المحاولات من زيارة إلى دمشق في أواخر العام الماضي الجولة السادسة من هذه المباحثات والتي عقدت في نوفمبر الماضي لاقت ترحيبا من واشنطن وموسكو والاتحاد الأوروبي لكن نتائجها كانت مخيبة للأمال بحسب وصف بيدرسون في ختام هذه الجولة جملة مخيبة للأمال هذه حضرت أيضا عند الحديث عن نتائج الجولة الخامسة على لسان المبعوث الأممي فهي كسابقاتها لم تشهد أي تقدم أو تفاهم على المبادئ الأساسية للدستور السوري المفترض تشكيله وبالعودة للحديث عن الجولة السابعة المرتقبة التي كان من المفترض أن تعقد خلال الشهر الحالي بحسب ما أعلن الوفد الروسي إلى اتماعات أستانا لكن لا مؤشرات على عقدها في الوقت الراهن بيدرسون متفائل حيال هذه الجولة فجميع الأطراف تواجه مأزقا استراتيجيا على الأرض امتد لأكثر من 21 شهر دون تحولات على الخطوط الأممية وهو ما يراه المبعوث الأممي إشارة إلى عدم إمكانية أي جهة تحديد نتيجة هذا الصرع وعليه بنى جادرسون آماله بتحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية خلال العام الحالي وتطبيق القرار الدولي 2254